بالأمس كنا نتحدث عن هذه الجولة الميدانية لسيد الرئيس مع عشرة من الوزراء وثلاثة من المستشارين في هذه المنطقة العشوائية في عزبة الهجانة ليشهد المصريين عن الواقع وأيضا يستنهض همم الجميع في ضرورة سرعة تغيير هذا الواقع اليوم الرئيس في مكان آخر في منطقة أخرى بفلسفة جديدة الرئيس بالأمس كان يريد أن يصل برسالة إلى الجميع حكومة ونواب وشعب يصل برسالة بليغة أنه أمامنا عمل طويل وعمل جبار يحتاج إلى تكاتف الجميع يحتاج أيضا إلى مشاركة مجتمعية لأن القضية قضية 50% أو أكثر من المنشآت المصرية بنيت دون تخطيط أو خارج إطار التخطيط النهاردة الرئيس في مكان مخطط في مكان هو عنوان التخطيط هو عنوان الحقيقة أننا قادرون الرئيس النهاردة في العاصمة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس اليوم بيتابع ويشهد هذه الأيقونة الجديدة أحدث عاصمة في العالم هذه العاصمة هذه المدينة التي تدار بشكل زكي بنسبة 100% اليوم الرئيس اطلع وتابع ويتجول فيه أربع عنوين وأربع أماكن هي الأهم في العاصمة الإدارية بشكل مباشر مركز مصر التقافي الإسلامي هذا المركز الذي يشهد أكبر مسجد في العالم هو مسجد مصر بيسعى 117 ألف مصلة ومأزنته بترتفع بطول 140 متر ومجموعة من القاعات والدروس إلى آخره وجراش سبعة أدوار بسعى إجمالية 3000 سيارة ده أول مشروع تفقده الرئيس اليوم هو مركز مصر الثقافي الإسلامي المشروع الثاني الذي تفقر السيد الرئيس هو مجلس النواب مبنى مجلس النواب مجلس الشعب مجلس الأمة هذا المجلس الذي يسع ألف نائب صورته زي ما حدثوا شايفين بيسع ألف نائب وعنده 720 مكتب واستراحة للنواب مبنى على 26 فدان عندنا 16 عمود فرعوني 233 عمود ديكور مساحته كاملة 26 فدان وزي ما حدثوا شايفين القبة هي الأحدث والأكبر في العالم ده موجود هذا المبنى في العاصمة الإدرية الجديدة اللي النهاردة الرئيس تابع هذا المبنى الذي تم الانتهاء من إنشاؤه بنسبة 100% الرئيس أيضا تابع الحي الحكومي الحي الحكومي اللي فيه الحكومة مبنى رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المعنية وهذا بيمثل تجميع لكل الوزرات المصرية في مكان واحد في بيئة عمل تدفع إلى النجاح بيئة عمل صحية بيئة عمل مميكنة بيئة عمل رقمية في عاصمة ذكية بما تحمله الكلمة من معاني الشق الرابع اللي النهاردة سيادة الرئيس تابعه ويتجول فيه بصحبة السادة المسؤولين هي ساحة الشعب ساحة الشعب بها أضخم وأطول ساري علم في العالم بيرفرف عليه العالم المصري أطول وأكبر ساري يحمل علما في العالم في ساحة الشعب وزي ما حضرتكم شايفين دي ساحة الشعب ده ساري العالم ارتفاعه هو الأطول في العالم 185 متر وعندي إجمال المسطح 360 ألف متر زي ما حضرتكم شايفين طوله 1200 في 300 عرب عندي اتنين مسرح مكشوف بيسع واربعة 6404 كرسي وعندي منصة رئيسية في 300 كرسي عندي 32 مبنى تجاري وتمانية نفورة مضيئة ده يا جماعة اسمه ساحة الشعب يعني عارفين ميدان التحرير حاجة كده قد ميدان التحرير 10-15-20-30 مرة مخطط بشكل حقيقي